ليس في الدنيا شيء من اللذات ولا من المحبوبات أعظم وأنعم وألذ من المعرفة بالله عز وجل هذا ليس كلاما نظريا هذا كلام حقيقي لكن ما رأى كمن سمعه ليس كمن يذوق ذلك ويتلذذ به كمن يسمع عنه ولهذا يوصف لك المكان الجميل وما فيه من مباهج ومناظر خلابة فلا تستشعر ذلك تماما لاستشعر حتى تراه فإذا رأيته ذقت طعما آخر غير طعم ذوق السمع الذي يتلذذ به السمع إنه طعم لا يمكن أن يحده وصف ولا أن يدركه عقل ولا أن يناله فكر إنه لا يذاق إلا بالتجربة والتجربة لا تكون إلا بالإقبال على الله عز وجل لذلك كان المؤمنون في غاية السعادة في دنياهم لما حققوا إيمانهم لا أقصد بذلك من فرط في إيمانه وخالف مقتضى إيمانه بالله بمخالفات كثيرة إنما أقصد من تلذذ بتحقيق الإيمان الصادق لله عز وجل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إنهم ذاقوا في الدنيا من اللذات ما جعلهم يتسابقون إلى ألوان الطاعة والعبادات لهذا يصف الله تعالى عبادة الذين يهجرون فرشهم ويقومون في الليالي في لذيذ النوم وفي لذيذ الفرش يقومون من تلك الملذات طاعة لله قال جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعة ما الذي جعل جنوبهم تجف المضاجع تبعد عنها تنفر منها إنهم ذاقوا شيئا في مناجاتهم لله عز وجل وفي صلاتهم وفي قيامهم بين يديه في ركوعهم في سجودهم في تذللهم وخضوعهم بين يدي ربهم ذاقوا طعما جعلهم يقومون من فرشهم إنهم لم يقوموا فقط لأن الله ندبهم إلى القيام بل نالوا من لذة القيام ما كان عونا لهم على مزيد طاعة وإحسان